اللي انطرح شنو؟ اللي انطرح اللي كان مطروح النيابة لكل موظفين الدولة راح يجون يساون السلم الرواتب اول شي يصير اكو زيادة بالراتب الاسمي طيب طبعا هذا الكلام هذا الكلام خلي نكون واضحة للكل انه زيادة اكثر من جدولي النشر اكثر من هاي مو كلها صحيحة يعني الزيادة يقول لك كان في الدرجة الساسة مثلا اربعمية وكسر اللي نزل ومين يبدي اول مرة؟ من يبدي من العاشرة؟ العاشرة بالقديم مية وخد تسعين لا بالجديد ايش قد يحسبو لها؟ ميتين وثلاثين ميتين وثلاثين هذا مو صحيح لعد شنو جاء الصحيح؟ الصحيح اليوم نزلها سيشوفك يا الصحيح شنوها؟ الصحيح اليوم هذا من لجنة المالية باللفانية الكلام يعني مو كلام دولة هذا طيب الصحيح اش راح يصير؟ تبقى نفسه الراتب التسلسة القديمة بقى نفسه نفسه اي شرح يصير؟ بالعاشرة فصعودا نفس السلم القديم فروقات مسيطة بالتاسعة أو بالعاشرة ميزة عن ثلاثين ألف الفرق الجوهري وين؟ الفرق الجوهري الفرق الجوهري للكل غلاء معيشة خمسين بالمئة ما سونا شيء لا شوف هاي الفقر الشرح يصير الداخلية الدفاع التعليم العالي الحملة الشهادات العليا في الوزارات كلها راح تمعدهم المخصصات مجلس الوزارة هذول يقضوا الرواتب عالي كذلك راح تمعدهم المخصصات هذا بالسلم مطروحة بالجديد نعم بالجديد مخصصات ما اكو ما اكو تلغي للكل خمسين بالمئة فقط يعني ما اكو لا شهادة عليا لا لا اكو اكو متوسط الشهادة العليا تبقى متوسط ما اخذي خمسين واربعين بالمئة يعني اكو مبتدائية ومتبقى القديمة اش تقصد مخصصات اللي راح تلغي بالضبط المخصصات ما تلأو الشي ما الخطورة ما الداخلية والدفاع طيب ما موجودة هس تجد خلي وضحون اذا احنا ما نحصل طيب بعد شنو عندك مخصصات التعليم العالي موجودة اللي تقصد بها ما الشهادة المئة بالمئة مخصصات التعليم والخدمة الجامعية طيب خدمة جامعية وليس الشهادة بعد عندك مخصصات اللي حملة الشهادات العليا في الوزارات غير التعليم العالي والتربية هؤلاء كذلك ما موجودة خمسين بالمئة اذا اخذوا مخصصات طيب نأتي الى الشهادة لا باقية يعني رئاسات الثلاث موظفين ها باقية قدموا خصصات ما مشهولة نعم هذا مشهولة ها مشهولة ايه هذا مشهولة وزارة الخارجية النفط الغيرها مشهولة ها مشهولة جيد